قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بالذعر من تدمير مستشفى ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير الواردة عن وجود مقابر جمعية هناك كما ندد المفوض الأممي بالضربات الإسرائيلية على غزة في الأيام القليلة الماضية والتي قال إن معظم شهدائها من النساء والأطفال وقرر مفوض الأمم المتحدة أيضا تحذيره من التواغل الواسع النطاق لمدينة رفح قائلا إنه قد يؤدي إلى المزيد من الجرائم البشعة مئة يوم على التصعيد الإسرائيلي الذي يضرب أنحاء قطاع غزة بلا هوادة هو عداد لا يتوقف عن إحصاء أعداد الشهداء الكل في طابور الموت فمنذ بداية التصعيد وسلطات الاحتلال لا تخفي نيتها ولا يخفط صوتها بشأن رغبتها في تهجير الفلسطينيين تارة أو الدخول إلى رفح الفلسطينية للقضاء على الفصائل الفلسطينية تارة أخرى رغبة تحطمت على صخرة الرفض العربي الإسلامي وقليل أوروبي سرعان ما لحق به رفض دولي واسع حتى من الدول الأشد دعما للاحتلال بسبب أداء الفصائل الفلسطينية غير المتوقع رغم آلام أهالي القطاع فمع الاكتياح البري كانت خسائر قوات الاحتلال فادحة بل وتتعظم كلما طال الوقت لتصل في يومها المائتين محققة من أهدافها ذلك الصفر الذي كانت من مسافته تشتبك معهم المقاومة فتسجل هي الأهداف ليسحب قيادات جيش الاحتلال فرقة عسكرية تلو الأخرى من القطاع بسبب ما تواجهه من مصاعب وقتال ضار ليضطر مؤخرا لسحب جميع قواته البرية وآلياته من الجنوب ففي المائة يوم الأولى من العدوان إلا قليلا كانت كافية لإرصال إسرائيل الضاربة بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط إلى قفص الاتهام للمرة الأولى والفريدة في تاريخها بدعوة قدمتها جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وسط مرافعة تاريخية ودفاع هشيم لسلطات الاحتلال تذروه الرياح خطوة تبعتها شهادات لنحو 52 دولة أعضاء بالأمم المتحدة على رأسهم مصر للدفع بعدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية فتصدر المحكمة أمرا لسلطات الاحتلال بمنع الإبادة الجماعية خطوة إيجابية قابلها دعم لا محدود لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة التي عرقلت مرارا بفيتو أمريكي في مجلس الأمن الدولي قرارات للوقف الفوري لإطلاق النار وبسبب الضغوط الدولية والشعبية المتزايدة امتلعت واشنطن عن التصويت في جلسة أخيرة ليخرج قرار من المجلس غير ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار لتعرقل بعدها واشنطن قرارا جديدا يمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومع تزايد الضغوط الدولية خرجت سلطات الاحتلال عن المألوف فباتت قواتها تضرب يمنة ويسرى دون تفريق فعمدت إلى القيام بمجازر المستشفيات أبرزها مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبيين ومستشفى المعمداني والرنتيسي وغيرهم فحاصرت وقتلت واعتقلت كوادر طبية ومرضى ونازحين من داخلها على مرأة ومسمع من العالم بل وتكشفت قبل مرور المئتين يوم مقابر جماعية لضحايا كان أغلبهم مقيدين فمنهم من كان معتقلا أو نازحا طفلا كان أو مسنا لا فرق الجميع في مقبرة واحدة وعليهم آثار التعذيب لم يكتفي الاحتلال فأحكم حصاره على كل المنافذ ليبدأ حربا جديدة غير أخلاقية هي حرب المجاعة التي صلتها بالأخص على أهالي غزة فباتت المجاعة في كل بيوت القطاع خاصة شمالها ليقضي الكثير من الأطفال نحبهم بسبب الجوع لتهب دول العالم فيتم إنشاء تحالف مصري أمريكي أوروبي عربي لإسقاط المساعدات الإنسانية على شمال القطاع بالتزامن مع إنشاء ممر بحري من قبرص كإحدى الآليات لدخول المساعدات العاجلة بدعم أمريكي أوروبي وهو ما استدعى محكمة العدل الدولية لإصدار أمرها الثاني لسلطات الاحتلال بالسماح لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع المأزوم ليدخل الاحتلال يومه المائتين من العدوان مذموما مدحورا رغم قسوته ويستهله قطاع غزة رغم الآلام وقد اكتسب مساحة من التضامن الدولي لم يكن ليكتسبه دون مثل هذه الأحداث لينقلب العالم رأسا على عقب وتعج عواصم الدول الغربية بالأخص بالتظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي أحيتها مجازر الاحتلال المتواصلة